شارك وزير صناعة وتجارة وسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث في الجلسة النقاشية بتنظيم من قبل المجلس الأطلسي التي جاءت تحت عنوان إطلاق مبادرة تمكين الشرق الأوسط جاء ذلك عبر تقنية الاتصال المرأي بمشاركة سعادة الدكتور أحمد بلهول لفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسعادة السيد أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسعادة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأكد سعادة الوزير أن هذه الجلسة النقاشية فرصة مهمة لتسليط الضوية على جهود الحكومات لدعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد إلى أن حكومة مملكة البحرين لعبت دورا رئيسيا في دعم النظام البيئي لريادة الأعمال وخلق بيئة صديقة للأعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية البحرين 2030 لتكون مركزا رائدا لشركات الناشئة وفي نهاية أعمال الجلسة النقاشية تم بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية وانعكاسات الوضع الراهن على اقتصاديات العالم وعلى اقتصاد مملكة البحرين والتحديات التي فرضها الظرف الاستثنائي على النظرة المستقبلية لحل المشكلات ووضع الخطط المستدامة بطرق مبتكرة وأكثر مرونة